بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله رايح نحلو تمرين صفحة 13 اللي بزاف ما فهمونا شو ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معاها فهذا التمرين طلبوا منكم انو ديروا حكاية يعني تختاروا ولا تألفوا حكاية من عندكم يعني اللي تكون عندها علاقة مع هذا الصور فهنا رايح تلاحظوا معي بلي عندنا اربع صور عندنا الصورة رقم واحد اتنان تلاتة اربعة في كل هات الصور لازم بهذا الاربع صور نألفوا قصة قصة قصيرة جدا فهنا رايح نشوفوا بلي كاين بنت وولد فرايح نعطيوا الاسم لكل واحد فيهم رايح نسموا البنت مريم والولد محمد فكما رايحوا تشوفوا راهم هنا في غابة وراهم ياكلوا لساندويش يعني ساندويش حتى بالانجليزيان نقولوله ساندويش فحنا رايح نألفوا حكاية كل واحد وكل تلميدي ألف الحكاية اللي تساعده من منظورها الشخصي ومن بعد رايحين نترجموها بمنظورنا الخاص وباللغة الانجليزية فطبعا رايح نقولوا بلي هنا في هاد الحكاية بلي مريم ومحمد راهم جالسين في مقعد وراهم ياكلوا لساندويش فكيفاش رايح نقولوا ها؟ رايح نقولوا أنه مريم and محمد are sitting on a chair يعني are sitting يعني يجليسون يجليسون في كرسي chair هو كرسي and eaten a sandwich يعني ويأكلون sandwich أوكي فهدي أول حاجة ثانيا عندنا فتاة أخرى جتل عندهم وهذه الفتاة راح نعطيها اسم سارة اللي يحب يغير الاسم كحتى مشكلة كل واحد يسميه كما يحب فسارة جاءت عند محمد ومريم فكيف سنقول هذا بالانجليزية سارة comes over سارة comes over يعني سارة جات لعندهم أوكي بعدها في الصورة ثلاثة رايح نقولوا بأنه شفتها مريم وفرحت بيها وقاتلها وشراكي أوكي فهنا رايح نقولوا يبدأ هنا الحوار سارة تقول أوه مريم hello أوه مريم hello يعني مريم مرحبا فمريم ترطع لها وتقول أوه سارة يعني تفاجأت كي شافتها hi how are you hi how are you يعني hello ولا hi يعني مرحبا how are you يعني كيف حالك فسارة تقول I'm fine thanks يعني أنا بخير شكرا أوكي أما بالنسبة للصورة الرابعة نحضوا معايا مريم تعرف سارة على محمد فتقول مريم تقول لمحمد أوكي this is sara my best friend يعني هذه سارة this is يعني هذه this is sara هذه سارة my best friend يعني صديقتي المقربة ولا المفضلة فمحمد يقول hi sara nice to meet you يعني مرحبا سارة سررت بالتعرف إليك أو تعرف عليك أوكي nice to meet you nice to meet you يعني أنا سعيد بمعرفتك أوكي فسارة ترد hi محمد يعني مرحبا محمد nice to meet you يعني تعود نفس الجملة وديد في التالي يعني وأنا أيضا ولا أنا كذلك فتقول أنا سعيدة بمعرفتك كذلك أوكي nice to meet you يعني أنا سعيد بمعرفتك nice to meet you يعني أنا سعيد سعيدة بمعرفتك أيضا أوكي فهذه في بضع جمل وفي بضع كلمات قدرنا نخلق قصة صغيرة من خلال الصور اللي شفناها نتمنى يكون فاتكم الفيديو إذا عندكم أي سؤال خلوهوني في التعليقات وفقط بين قوسين حبيت نخبركم أعزائي الأولياء التلاميذ أنه قررت أنه ندير دروس الدعم للسنة الثالثة ابتدائي في اللغة الإنجليزية رايح ندلكم هذا الدروس online يعني أنه فقط من خلال زوم يعني كين أبليكاسيون اسمها زوم ممكن أي أم تلشارجها ومن خلال هاد لابليكاسيون تقدرو ديرو عندي لكو رايح نشرح لأولادكم كل الأمور وكل الدروس اللي يحتاجوها في اللغة الإنجليزية وهذا بسعر يعني رمزي جدا اللي هو ميتين دينار يعني 20 ميل ماشي 200 ميل كعين بزاف اللي غلطوا ميتين دينار 20 ميل يعني اللي رهم حابين يعرفوا كيفاش ندير اللي كور انلين يتواصلوا معايا في الفيسبوك رايحة ندير ان جروب ان شاء الله سبيسيال للسنة الثالثة ابتدائي وندلكم فيه جميع المعلومات وجميع الأمور اللي تتعلق بدروس الدعم إذن اللي رهي مهتمة بدروس الدعم لابنها تتصل بيا وتتواصل معايا وكذلك عنكم حتى لابونتاج انكم تحضروا درس الدعم معاولكم يعني مثلا انا راني ندرس في الدرس لابنك انلاين وانتي تحضري معاها الدرس يعني مكاحتى مشكل بالعكس ممكن حتى اولياء التلاميدي يطرحوا لي سؤال حول الدرس اللي راني نشرحه فهدي جبنس كه ست تتواصل معايا في اليوتيوب إلى ان ندير ان جروب بتاع تخوازياماني ابتدائي وان شاء الله نشاركها معاكم في قناتي في اليوتيوب نكون فتكم معايا اذا عندكم اي سؤال خلوهوا لي في التعليقات والسلام عليكم اشتركوا في القناة